آآ سلام عليكم. ازايكوا يا جماعة? آآ معاكوا احمد شيتو. بدينا بس كده يا جماعة يعني ا اركوكم آآ وحنا كده في tragedia الفيديو او او في اول كام سانية كده من الفيديو اللي مش هيكمل الفيديو معايا للاخر ويشوفوا من اول واخره. فبعد اذنك اطلع من الفيديو حالا. آآ انا عايز الناس اللي يتفرجوا على الفيديو ده هيشوفوا الفيديو من اول ثانية الفيديو لحد اخر ثانية في الفيديو. فبعد اذنك رجاء شخصي لو حضرتك هتخش الفيديو يعني التجاري فيه كده وخلاص فبعد اذنك يعني اطلع من الفيديو انا عايز الناس اللي هيشوفوا او عايزين يسمعوا الكلام ده يكونوا حابين احمد شيطو وحابين او عايزين يعرفوا انا اطلع اتكلم في ايه مبدئيا هي الحلقة مالاش عاي علاقة بالتقنية خالص هو موضوع شخصي وحاجة يعني ازياني انا نفسيا وكان لازم اطلع اتكلم فيها معاكم فاللي حابب يسمع حاجة زي كده تمام اللي مش حابب مابيش اي مشكلة خالص اطلع من الفيديو من دلوقتي طيب الموضوع كده باختصار يا جماعة انا دلوقتي يعني انا بمر بالظروف صعبة جدا بصراحة في القناة عندي الدعم اه في القناة طبعا مش بتكلم عالدعم المادي انا بتكلم عالدعم المعناوي اه بصراحة يعني مش قد خالص المجهود المبزول انا يا جماعة يعني او انا او اي حد يوتيوبر اكيد يعني اه بيتعب جدا على محتوى القناة بتاعه وبيحاول يعني يعمل منتاج حلو على قد ما يقدر اه احاول اجيب افكار جديدة اجيب منتجات جديدة يعني اللي امتابع القناة هيبعارف انا بتكلم على ايه بس الاسف يا جماعة انا يعني المردود المعناوي اه مش قد المجهود المبزول خالص اه انا بلاقي الناس بصراحة يعني انا مش عارف يعني انا انا في فيديو طلبته طلبته يعني يعني طلبته كده بشكل اه مباشر يا جماعة بعد اذنكم انا محتاج دعمكم محتاج اللايك محتاج الكومنتات لو الفيديو لقيتوه كويس والطريقة اللي انا بشرحها سواء كان برنامج او منتج انا جايبه يعني لقيت او انت استفدت مني باي في اي يوم الايام باي معلومة بعد اذنك انا مش طالب منك فلوس ولا طالب مني اضيع وقتك انا كله طلبه منك انت تعمل لي لايك مش هياخد ثانية انا الموضوع حتى وصل انا بقول لكم حتى اعملوا ديس لايك يا جماعة انا يعني لازم بقى في اي تفاعل بصوا يا جماعة انا هفهمكم برضو كنقطة عشان اه انتم يعني اديكم مش في اللعبة قوي زي الناس اليوتيوبرز وكده طبعا لو في حد يوتيوبر بيفرج على الفيديو ده هيبقى فهم رأي باتكلم في ايه اليوتيوب يا جماعة بيمشي الفيديوهات ازاي بصوا سريعا كده او باختصارش وما طولش على الناس برضو انا دلوقتي بيجي واحد يوتيوبر بيعامل فيديو بينزله على اليوتيوب تمام كده بيجي اليوتيوب اه بعد كام ساعة او اول كام ساعة بيشوف الفيديو ده ايه الوضع فيه يعني ايه الوضع فيه يعني الناس اللي داخلوا شافوه عملوا لايقات ولا شافوا خلاص طب اه عملوا كومنتات يعني تفاعلوا مع مع الفيديو عملوا حتى يعني عملوا اي حاجة من انواع التفاعل لايك ديس لايك اه سبسكرايب او اشتراك في القناة يعني كومنتات ولا ما عملوش. الحاجة التانية الناس اللي داخلوا يتفرجوا على الفيديو. قاعدوا يجروا فيه كده وخلاص يعني الفيديو مثلا لو خمس ست دقايق. الناس قاعدوا دقيقة وطلعوا من الفيديو ما عملوش لخمس ست دقايق. ولا الناس شافوا الفيديو كله من اوله لاخره. بناء يا جماعة على الحاجتين دمت اليوتيوب بيبدأ يرشح الفيديو لناس تانية جديدة او يبدأ يعني يرفع الفيديو ناس جديدة تشوف الفيديو. او حرفيا بموت الفيديو يعني في فيديوهات يا جماعة حرفيا بتموت فحرام يعني كلنا بنتعب يا جماعة يعني او كل اليوتيوبرز بيتعبوا في المحتوى بتاعهم اه الا ما الرحمة رب يعني او الا اللي بقى الناس بيتعبوا الروتين والكلام ده كله معلنا مش قصتنا يعني اي حد بيقدم محتوى محترم اكيد بيتعب فيه بس يا جماعة اي علاقة نكحة يعني مبنية على زي اي يعني كي بقولوا كده خدوهات فيعني انا مش هيبن فيها طول الوقت يا جماعة افضل قدي قدي وحاول يعني ان انا خش في قناة يعني قناة اجنبية وحاول اجيبلكم معلومات ما اتشرحتش او اجيب منتجات محدش يعني انا في حاجات كده جدا عندي على القناة حرفيا يعني والله ما احبش بس اتكلم انا ولا عمر قلت يعني ولا عمر طلعت الفيديو قلت الكلام ده بس انا حرفيا انا يمكن اول يوتيوبر عربي اتكلم في النقطة دي او اتكلم في الحاجة دي او شرح الحاجة دي بقى ويعني وبفضل طبعا من ربنا ويرجع ليكم كل حاجة انا ما بقولش بقى انا يعني الوقت بقى اليوتيوبر الجامد ولا حاجة بس اقصد او شاهد في الكلام ان الواحد على قد ما بيقدر بيحاول يجيب حاجة ترضي الناس وحاجة تكون جديدة وخارجي الصندوق بس يا جماعة يعني منش ينفع طلقة تندي وما بخدش انا يعني كلام ده يا جماعة انا مسلا بقول لكم يا ايتي اللي يتفرج على فيديو يعني يتبرع لي مسلا في حسابي يا جماعة انا كل طالبه منك انك لما تشوف الفيديو لو لقيتني ما بشتغلكش ولاقيت ان فعلا البرنامج اللي انا بشرحه او التطبيق او المنتج او ايا كان موضوع الحلقة لقيتها فعلا شغالة معاك كويس وتمام وسليمة اعملي لايك يعني اعتقد ده اقل حاجة من حقوقي يعني اديني لايك على الفيديو اكتب لي كومنت انما جماعة انا بلاحز ان الناس ما بيكتبوش كومنت اللي اصلا لما بتوقف معهم مشكلة يعني هو بيخش في راجع الفيديو لو الفيديو تمام وسليمة شغالة خلاص بياخد مصلحته او المعلومة وبيخلع طب وانا اعراية تربون يعني طب وانا يعني اه في لا يا جماعة يعني ما يبدأ بقى يكتب لك كومنت امتى لما توقف معا بقى مشكلة ممكن مسلا هو ما يبقاش تربق الخطوات كويس او اه جرى الفيديو ففي معلومات فاتته فيبدأ يعني انا عايز اقول لكم في فيديو ننزلته من بتاعة اربعة ايام اه هتلاقوه هتلاقوه موجود على طبعا يعني اه كنت بتكلم في ازاي تغير الخطوط بتاع الخط بتاع التلفون وكده مش الخط اللي هو الخط يعني هزهر لكم صورة الصاب نيل بتاع الفيديو حلقة قدامكم المهم يعني انا كنت منزلها وننزل ازاي تغير الخط لتلفونات سامسونج الحلقة دي تقريبا كانت مدتها خمس داي تقريبا يعني فهي ما كانتش يعني مش الوقت مش نص ساعة يعني ولا حاجة فلاقي كومنت من واحد داخل يقول لي اه هو الطريقة دي تنفع لاندرويد تلاتاشر هتقوله طب يا شيتو ايه المشكلة هقول لك المشكلة ان انا يعني ايل وكاتب بالفيديو كاتب كده يعني انا كاتب كده على الشاشة هتزهر لكم حالا حساب لكم ليه صورة دلوقتي اذا ازهر قدامكم دلوقتي ان الطريقة شغالة مع اندرويد تسعة اندرويد عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر فمعنى ان هو سأل ده معناها ايه معناها يا جماعة ان هو ما شافش الفيديو ودخل يجري. طب انت لماذا تعمل كده? يعني ايه انت حد ضربك على ايدك? انت ادامت ايه انت ظلما دخلت على الفيديو يبقى اكيد المحتوى بتاع الفيديو ده او الحاجة العلوم بتاع الفيديو شدك وانت عايز اه او انت مهتم بالمحتوى بتاع الفيديو ده. طب ادام انت مهتم به خش بقى تفرج على الفيديو كامل. انما انت دخلت عملت تنطط في الفيديو او تجري في الفيديو. ففيه معلومات بتفيدك. طب يعني طب يعني انا اعمل ايه انت كده بتأذيني انت انت لما بتعوضش في الفيديو او ما بتشوفش الفيديو كله انت كده بتأذين الفيديو يا جماعة اليوتيوب بموته خلاص الناس يعني عزلوك جماعة الفيديو ده بالذات انا انا طلبت فيه بشكل رسمي زي بقول لكم يا جماعة بعد اذنكم اللي يجرب الطريقة بتاعت الخط ده لو لقاء شغالها معاه وتقوى تمام وسليمة بعد اذنك اديني بس لايك وكممنت عزلوك يا جماعة الفيديو كان جاب مسلا تتين ربعين مشاهدة مفيش حد عمال لي حتى ولا لايك واحد ولا كومنت ولا حتى ديسلايك يعني هافترض معاكم ان انا بشتغلكو وان الطريقة فشلة اعمل لي حتى ديسلايك الناس يا جماعة ما بتتفعلش تماما ولا بلايك ولا بديسلايك ولا بكومنت فالموضوع بصراحة يا جماعة مش هينفع يمشي كده يعني انا وغيري او انا والناس اللي زي حالاتي اللي بتقدم محتوى يعني الى حد ما انا شافوا ان قدام ربنا انا راضي عنه وان هو حاجة اه يعني افتخر بيها او حاجة ما استعرش منها مبقدمش روتين ولا بطلع عمل ارقص على تكتوك ولا الحاجات المحتوى التافية ده يعني فيعني حرام ان انا ملاقيش الدعم حرام ان انا ملاقيش مقابل الكلام ده انا يا جماعة واي يوتيوبر زي حالاتي او اي صانع محتوى زي حالاتي ما بيلاقيش الدعم ده سدقوني يا جماعة بيحبطوا وبيبطلوا مشكلة يا جماعة ان انا واللي زي لو بطلنا يوتيوب طب ايه اللي هيبقى يعني ايه اللي هيفضل الناس بقى اللي هو ما بتاعوا الروتين والناس الحاجات دي والمحتوى التافية ده هو الله يفضل انا مش فاهم المحتوى ده اصلا جماعة لو ببصوا عليه بتلاقي عليه كمية الدعم مش طبيعية طب ما هو يعني معلش ما هو انا برضو انا بقدم لك محتوى وانت بتخش تفرج عليه يعني انت مهتم بيه طب يا سيدي اللايك ده حرفين ما بيخدش منك ثانية فيعني انا مش فاهم يعني انت ايه مبرر لك انك ما تديش يا عمي لو انت هتقولي الطريقة مش شغالة معي يعني شوف يعني اقول لك يعني انا بقولكش حتى بص انت ضميرك انت قيت وتريد شغالة معاك والدنيا حلوة والشرح عجبك ادي لكم انت حلوة يشجعني يعني يشجعني عشان انا اعمل اكتر انما صدقوني يا جماعة انا باجي دوقتي والله بس عندي افكار كتيرة وعندي حاجات عايز اعملها باجي بنو بالنفس اقول ايه معا يا عمي وبعد ما بعد في الفيديو واتعب انا الفيديو يعني انتو ممكن بتشووا الخمس او اربع دقائق دوم يا جماعة ما بيتصوروش يعني ولا بيتعاملو فاربع خمس دقائق والله انا ممكن معه ديوم كامل بعمل فيديو فانا يعني انا مسلا بسيب اسرتي وبسيب اه اي متعة تانية كنت ممكن اعملها تفرج على فيلم مسلا او اروح العب كورة او اعمل اي حاجة او اخش انام او ارتاح انا بسيب الكلام ده كله عشان امارس هوية انا بحبها يعني انا مش اقولوكم بقى ان انا يعني بضح عشانكم لا انا بحب بصراحة موضوع اليوتيوب ويمكن اللي مخليني ينكمل رغم ان الدعم مش مش على قد الموجود المبزول ان انا بحب مجال اليوتيوب بس يا جماعة هيجي وقت صدقوني يعني انا باجي بقول يعني بعد تعب يوم او بعد التعب ده كله طبقوا في الاخر ما هو انا مبلقيش الدعم يعني نادرا الا من رحمة ربي يعني يعني في ناس بصراحة يعني محترمة فوق دماغي بصراحة وطبعا برضو اللي مبيعملوش يا جماعة ناس محترمة وكل حاجة بس بيخشوا ديني كومنت صدقوني ممكن ابقى قاعد مقفول ومدي يجيي لي كومنت واحد بس بيغير مودي مية وتمانين درجة يعني بيخليني من حالة الحزن الشديد لحالة الفرحة ان في حد اقدر حتى لو واحد اقدر المجهود والتعب ده انما يا جماعة اجي في فيديو يعني اطلب بشكل رسمي ان انا يا جماعة بعد اذنكم اعملو لي كومنت لو طراشا غالة واعملو لي مثلا اللايك لو الموضوع كويس معاكم ولا قيش يا جماعة يعني مش هاجمني يعني ناس بتعاند مسلا انا مش فاهم يا جماعة يعني ما هو اصلا اكيد اللي تفرج عليه ده اكيد بيحبني ليه ما هو انت لو بتحبنيش انت اكيد مش هتبعني يعني انا اكيد مش كل الناس تحبني مش حد الدنيا بتجمع كلها بتجمع عليه بس قدام انت يعني عملت لي إذا انا المحتوى بتاعي يعني عجبك او وانت مهتم به قدام تخيلت عالفيديو بتاعي بقى اكيد الفيديو انت شدك عنوانه او الحاجة اللي انا باتكلم فيها اكيد انت محتاجها فاذا انت ما دخلتش غصبا عنك والحضر بك على ايدك طب انت ايه اللي بيمنعك ان انت تدعمني مايش يا جماعة انا اسف لانا طولت عليكم في الفيديو بس الموضوع ده بجد ازيني نفسيا ويعني الفيديو ده بصراحة انا ترددت كتير جدا قبل ما اعمله لان انا منش من نوع اللي بيحب يخش يعني ايه يشتكي يعني انا بيحبش اخش اشتكي واقول ده انتو يا جماعة وانتم وانتم اه يعني بقول لأ خلاص انا مجهودي على ربنا او زاوئوا كده ايه رزقي على الله يعني واه الفيديو ده انا معرفش يعني لو انتو شفتوه هيبقى انا اا نشرتو لان انا موتكم انا حالي وانا بتسجيلو حاليا انا لسه مخدتش كار برضو انا يعني الفيديو ده هنزله فعلا على القناة ولا مش هنزله فلو انتو شفته انا اكيد ملزلتهش يعني بس لو شفته اكيد انا اقفاض بي واجبت اخري ونزلته انا حتى لابس لك سود يا جماعة انا لابس شرت سود يعني فاللي عايز اقول له جماعة بعد اذنكم بعد اذنكم انا والله ما كنت حابب اه انزل فيديو اذا ده ولا اتكلم في فيديو اذا ده ولا في موضوع ده انا عايز العلاقة بيننا تبقى اننا انتو اخواتي وان لحد عنده اي معلومة او محتاج مني اي حاجة اشرحاله او حاجة يعني اعملها له انا تحتوى عمركو طبعا اه عمري ما اتعاملت مع مع الناس اللي مشتركين اللي عندي بقى ان انا يعني انا بقى اليوتيوبر وانتو الفانز والجو ده خالص والله ابدا ابدا اي حد بيسيب لي اي كومنت بحاول اخش رود عليه وتواصل مع كل الناس لحد ما اردتش على كومنت ليه صدقني ممكن انا مشوفتش كومنت ليه ان جماعة الاشعارات مش كلها بتجلنا احنا كيوتيوبرز مش كل الاشعارات بتجلنا والله على الفيديو فيعني ارجو ارجو من الناس يا جماعة ارجو من الناس بعد اذنكم اللي مهتم بالمحتوى بتاعي وبيحب احمد شيطو ويعني ومهتم انه يتابعني بعد اذنكم اللي يخش الفيديو بتاعي يا جماعة سواء اي فيديو بعد اذنك حاول تشوف يعني سيدي مش هولك تفرج على الفيديو كله بس حاول على قد ما تقدر تشوف اطول فترة من كده من الفيديو. لو انت نيتك من الاول ان انت تخش تجري في الفيديو. ارجوك بلاش انت كده بتئزيني. فانت اكيد مش هستفيد حاجة من ازيتي. فحضرك لا اما تخش تتفرج على الفيديو كامل. يا اما من الاول ما تخشش. ان في ناس يا جماعة ممكن يفكرين ان انا كده بوجب معك ان انا خش اديك لايك واطلع بسرعة. فانا كده واجبت معك. لا انت كده بتئزيني جدا. مش عايز اللايك. ما تدهنيش. يعني انا اهم حاجة عندي انك تتفرج على الفيديو كامل. والطريقة لو لقيت اشغالها معك. اعمل لي كومنت. يشجعني بس. قول لي تسلم ايديك. قول لي عاش. قول لي اي حاجة. اي حاجة. واديني لايك. لو الطريقة يا سيدي مش شغالة معك. اديني ديس لايك يا سيدي. واكتب لي. قول لي الطريقة مش شغالة معي. ونحاول نحلها مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. ولو الموضوع استدعى ان انا عمل لك فيديو تاني مخصوص لك انت والله اكيد هعملوا لك والله مش اتأخر طبعا. فبس يا جماعة يعني انا اسف لما طولت عليكم. دون بس كانوا كلمتين كده محشرين في صدري او في زوري كزا بيقولوا. كنت حابب اتكلم فيها مع اخواتي. ويا ريت بس بعد اذنكم اسمع يعني رأيكم او تعليقكم في الكومنتات. عشان يا جماعة صدقوني الوضع لو استمر على كده. يعني هيبقى صعب الواحد يكمل في اليوتيوب بصراحة. يعني انا معرفش هقدر اكمل بالوضع ده ولا مش هقدر. مش عارف. انا بصراحة عندي 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 كمية احباط كبيرة جدا بصراحة لقلة الدعم. اه في فيديوات كتيرة جدا بيبقى عليها حتى مشاهدات. بس اجا بص على المشاهدات اه اقارنها باللايكات او الكومنتات. فبلاقي الموضوع مفيش في يعني النسبة وتناسب الموضوع ضايع. معنى زلك الناس بتخش تتفرج وتطلع. فيعني انا مش فاهم بصراحة احنا يعني اي واحد بيبتدي القناة جديدة. ببقى محتاج كل الدعم يا جماعة. اكتر من القناة الكبيرة. لان انا بلاحظ الناس بتدعم القناة الكبيرة. وبتعملش من قناة صغيرة معين احنا اللي محتاجين الدعم اكتر يعني. فبعد اذن الناس اللي وصل معايا للنقطة ديت او يعني الحيطة دي من الفيديو. بعد اذنك اكتب لي بس كومنت. قولي ان انت وصلت معايا في الفيديو هنا. وبعد اذنك اكتب لي انت محتاج ان انا فعلا استمر معك في اليوتيوب ولا اه ابطل اليوتيوب. وانا طبعا هتقبل كل اراء اخوتي. وبس كده يا شباب. سلام.